ترح الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاربة شاملة تتضمن خمسة محاور للتحرق في القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة لخدمة الأهداف المنشودة صوب منطقة أكثر استقرارا وازدهارا وفي كلمته أمام قمة جد للأمن والتنمية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات الماضي الممتدة لافتا إلى ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية للقضية الفلسطينية على أساس حال الدولتين المستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلاة أسمحوا لي في هذا من هذا المنبر وبمناسبة قمتنا اليوم أن أطرح عليكم مقاربة شاملة تتضمن خمس محاور للتحرق في القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة لخدمة أهدافنا المنشودة صوب منطقة الأكثر استقرارا وازدهارا أولا لعلكم تتفقون معي أن الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات الماضي الممتدة ومن ثم فإن جهودنا المشتركة لحل أزمات المنطقة سواء تلك التي حلت خلال العقد المنصرم أو تلك المستمرة ما قبل ذلك لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا من خلال التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين المستند إلى مرجعات الشرعية الدولية ذات السلة وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وتعيش في أمن وسلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل على نحو يحقق أمن الشعبين ويوفر واقعا جديدا لشعوب المنطقة يمكن قبوله والتعايش معه ويقطع الطريق أمام السياسات الإقصائية ويعدد من قيم العيش المشترك والسلام وما تفتحه من أفاق وتجسده من أمال ومن هنا فلابد من تكثيف جهودنا المشتركة ليس فقط لإحياء مصار عملية السلام بل لنصل به هذه المرة إلى حل النهائيين لا رجعت فيه يكون بذلك قوة الدفع التي تستند عليها مساعي السلام في المنطقة